التعجل والتأخر يجوز لك أخي الحاج أن تتعجل في حجك فتخرج من منا يوم الثاني عشر أو تتأخر فتخرج يوم الثالث عشر من ذي الحجة كما قال تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ويعني ذلك أن من تعجل في يومين من أيام التشريق فنفر في اليوم الثاني من منا فلا إثم عليه في تعجله ومن تأخر عن النفر إلى اليوم الثالث فلا إثم عليه في تأخره وقد تتساءل هل أرمي جمرات يوم الثالث عشر في يوم الثاني عشر إذا كنت متعجلا؟ إذا كنت من المتعجلين فإنك ترمي الجمرات في يوم الحادي عشر ثم في يوم الثاني عشر فقط وتكتفي بذلك ولا يشرع لك أن ترمي في يوم الثاني عشر رميا ثانيا عوضا عن يوم الثالث عشر الذي لن تقضيه في منا ونؤكد أخيرا على أهمية تقيودك بمواعيد حملتك فالتعجل أو التأخر يكون بحسب برنامج حملتك وعليك أن تتقيد أيضا بمواعيد التفويج والحركة المعدة والمرتبة لحملة الحج التي تشارك فيها فإن ذلك سيؤدي إلى نجاح رحلتك في الحج بيسر وسهولة بإذن الله تعالى شكرا